نعمل شوية مسقعة راحتهم تفحفح كده توصل لكم عبر التلفزيون نعمل شوية كشبعة صصفر نعمل كده حاجات تأكل وناكل فيها وما نشبعش طيب عايز أقول لكم على قد ما الكشبعة صصفر ده سهل على قد ما فيه ناس فعلا ما بتعرفش تعملوا رغم ان هو ما فوش أي حاجة خالص هو سهل وبسيط وما فوش افتكاسات هو سهل الممتنع الناس تعجل معيها خلاص والناس تطلعهم فلفل ان شاء الله ان شاء الله هيتلق معي النهاردة فلفل هو انا الحمد لله معروفة انا بعمل كشبعة صصفر فلفل ويجن طيب هنعمل ايه الكشبعة صصفر الاول تعالوا بينا نقول المقدير اول حاجة هحتاج شوية بصل مفرومين هحتاج كبايتين رز مصري هحتاج كباية ونص عتس أصفر مرقة خضروات ملح ويكمون ويكمان فلفل أسود ويزيت ممكن استخدم زيت زاتون ممكن استخدم زيت عيدي خلاص يبقى تاني محتاجة بصل مفروم ناعم معلق كبايتين رز مصري كباية ونص عتس أصفر مرقة خضروات ملح كمون فلفل أسود زيت اي حاجة زيت زاتون انا بستخدم زيت زاتون عادي والله بيبقى شطعم باين خالص او زيت عادي طيب وطبعا انا بحب جدا احط مرقة خضروات في الاكل لانها فعلا بتنتصعب خلاص احط شوية زيت اهو وشوية زيت بقى قولي بالنسبة لكم المساقعة دي باكلوها بقى يعني في ناس تليفوناتكو بقى احنا هوا النهاردة فيه ناس بقى تاكل مساقعة دي ماما دايما تعمل لنا المساقعة جنب الكوشة بعض أصفر مش عارفة يعني بس من حتى أختي جي جي والله وحشيني بقى كثير مشوفتهاش لازم تاكل تاخد من المساقعة تحطها الكوشة الأصفر حتى هي طلقت في بيتها لازم تعمل كده اصلا انا لأ انا حب السلطة على الكوشة بعض أصفر وبيه المساقعة دي تتاكل بعيش عيش بلدي بقى وما نعدش فقلولي بقى انتو بالنسبة لكم المساقعة لازم يكون جنبها حاجة زي رز مقارونا كوشة بعض أصفر كده زي ماما كانت بتعمل عشان أختي ولا عادي بعيش انا حطيت شوية الديت واحطي ايه البصل فيه ناس بتعمل كوشة عصصفر ببصل وفيه ناس لا انا بحب ايه شوية بصل قطاعهم بيه ما بغمقهوش ما بصمرهوش انا بس ايه بس كده بعمل في ايه بقلبه بطلع رحته بدبره بس كده اه بس كده خلاص اهو بقلب كويس وبعدين اهو اروح حتي الروز بتاعي على طول على طول كده بيه اوه والعدس كمان انا بحب نسبة الروز للعدس ما فيش فرق ما بينهم كبير عشان كده انا بحب الكوبايتان نزلو كوباية ونصف عدس ما فيش فرق ما بينهم كبير اهو شايفين وبقلب وادي الرز اهو بصوا على طول ما فيش اسرع من كده ولا اسهل من كده يا جميعا هاخد شوية اهي بصوا بقى اهو احنا شايفين رز وعدس مش رز كتير ولا العدس اكتر الاثنين تقريبا نسبتهم العباد الا نصف يعني واحدة الا نصف كوبية بس كده تعالوا بقى نحط كمان المرأة حبي جدا نحط المرأة الخضروات على العدس الاصفر بيديله طعم حلو جدا هو بيبقى فيه طعمه هو بيبقى فيه طعمه اهو وقلب بصوا بقى لفت الرز مع العدس على النار كده دول زي ما اتفقنا بيسرع السوى ده رقم واحد رقم اتنين ما بيشربش مية كتير ما بيعجنش بيسرع السوى ما بيخلوش يشرب مية كتير ما بيعجنش ليه لانه بيحصر النشاء اللي موجودة في الرز او في العدس بيحصرهم كده ما بينفش قوي متفقين متفقين اهو ونقلب نقلب تقليبة حلوة وبعدين هحط المية ايه سخنة بقى بصوا بقى انا بحب رشة ايه كمون سوغنانة ولا ان فيه ناس عندي في البيت اول بس ما تعف ان انا بحط كمون من فضلك اعمني الكشر يبعد ساسوى من غير كمون ان الكمون حبيب قوي الكشر رشة فلفل اسود ورشة ايه ملح بسيطة قوي عشان انا حطى ايه ما رأي تخضره وانا قول القلو يا حبيبة ايه ايه ازايك يا حبيبة عاملة ايه الحمد الله انا بحبك القلبي يا حبيبتي من القلب للقلب ايه اغبارك الحمد الله حلوة اه قوليلي بتحب المسقعة قد ايه بحبها قوي قوي دي يعني من الاكلات الشعبية المفضلة من ازاي لا ثانية واحدة انا اكتر ولا المسقعة اكتر انتي طبعا احنا الاتنين قد فض ايه ايه قوليلي بقى بتحب بتاكل المسقعة ازاي بعيش ولا رز او كو شري بعد سقص او ايه لا بحب بالعيش بالعيش ايوا كده احنا كده صحاب احنا كده صحابي حبيبة نورتيني يا حبيبتي دي كده نورتيني يا حبيبتي طيب حبيبة طلعت بتحبها بالعيش واضح اني يا جيجي انتي الغريبة لازم جيجي لحد دلوقتي لازم تعملها معيها المسقعة الكشري بالمسقعة طبها بعد كده وحط بقى ايه المية بتاعتنا يلا نحط المية اه قلبت الرز حلو جدا المرأة دابت خالص اهو احط بقى المية السخنة بتاعتيني اهو اهو هقول لكم المية بتبقى عاملة زي بس كده بس كده اهو شايفين المية عاملة زي في اهي اهي بس كده ما بحبش المية اكتر من كده فكرته ايه بقى اننا نسيبه على النار مدة كافية مدة كافية يعني ايه هنسوي مع بعض اهو اهو ادي المحاير ناس كتير اروح موديه على النار واغطيه على النار العالي اللي انا شغاله زيه واغطيه واول ما يتشرب يتشرب يعني ايه ينشف لا يعني المية تبقى خلاص لسته في شوية مية على الوش كده بس شوية مية على الوش اهدي النار خالص ولا اقلب ولا اجي جنبه ممكن اقلبه مرة واحدة اتقلي فيه ناس بقى انش اقول اسمك خالص يا رانيا فيه ناس بقى تقف جنبه وتفضل تقلب 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 لحد بقى عجن وبعدين تقوله هو امش عايفة ليه هو عجن زيه وما استويش هو ما قدتلوش فرصة ان هو يستوي هو انت بالتقليبك فيه بتطلع عمالة تقطري النشا اللي فيه وبعدين بتعملي فيه ما بتسويهوش لازم يتغطى لازم يبقى يفضل كده على النار العالية وبعدين اول ماء المية تتشرب اوطي ان شاء الله هيطلع معنا فلفل ان شاء الله يا شايماء ايه بس انا معاديك ازايك عليكم السلام يا حبيبتي اخبارك الحمد لله انا كويسة عايز اقولك انا اول مرة اشوفك النهاردة بس ما شاء الله عليك يرقيق كده ووسطك جميل ما شاء الله لا فانا ان شاء الله بقى تابعك دايما انا ليه عندك حق اعرب يا شايماء ليه بس انتي ايه مرة تشوفيني النهاردة شايماء ليه كده انا بايتني كتير يا شايماء ومكلماتك الحلوة كده واسمع صوتك ايه يا شايماء كنت فين كل ده واسمع صوتك يا شايماء كنت فين كل ده وانا لما كنتش عارف والله ما عليك بس عبقى تبعي كل يوم واضح مسامحكي هلا مسامحك هعمل ايه قلبي الطيب حقالك انت نهرتيني وانا قصوتك جدا جدا بجد مكلماتك ان انت شفتيني شفتيني وعلى طرفها تمعت التليفون وكلمتيني ويحب بس مع صوت كل يوم وسؤالي النهاردة اتكلمت؟ نعم ممكن بنتي يارا بس اتكلمت اه طبعا وقديني يارا اه اه يا روحي ازايك الحمدلله ايه اه اه انا بحبك انا بحبك يا روحي وانا بحبك قوي بحبك يا يارا نورتيني يا روحي احب قوليه لبقى يا شايماء بتحب المسقعة ازاي برز وكشة مع تساسور ولا بيعيش كده لا انا بعملها بالسلسة وتكون مسبكة وبالتوم والخل ونغمسها بالعيش ما بنحبش جنبها حاجة بصراحة ايوة كده هي اللي غريبة صح؟ انا اللي طبعا هي صح؟ بأصلها لكن ما حبش ولا لحمة مفرومة فيها ولا اي حاجة اه بوسي هي اللحمة مفرومة حاجة تانية بس هتتظل المسقعة البلدي بتاعتنا اه يعني هي اللي بتغطي على اي نوع تاني دي اصلا يوناني اللي هي المسقعة اللي بالحمة المفرومة دي اصلا يوناني انت عارفة كده؟ لا اول مرة عارف الصراحة لا دي اصلا يوناني لكن دي المسقعة بتاعتنا بقى اه ما عاش كان عندي سؤال ممكن بس اسألولي اه تفضل يا روحي اه ممكن بس تقولي لي انت شغالها كده يعني افكار الاكلات تكون من الفراح البيضة ومش البلدي غير ان هي تتشوي في الفرن السوس الباربيكيو والحاجات دي انا بعملها بسوس الباربيكيو والزعتر والكاتشف بس عايزة اكلات تانية غير المشوية يعني غير المشويات طب انا هقولك ده انا يعني عاملين ملف كامل وحلقات كتيرة اكتبي بس ايه فراخ مثلا مشوية فيفيان فريد اكتبي مثلا فراخ مقلية اكتبي اكتبي بس كده فراخ فرخة فرخة الساحل يعني دي مشهورة جدا فيفيان فريد اه فرخة ميمي فيفيان فريد فرخة ميمي ايه؟ بدقل فرخة الساحل وفرخة ميمي اه انا بعملها بروس عادي ومشوية لا 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 بس اكتبي فرخة ميمي وفرخة الساحل فيفيان فريد جنبها ماشي ماشي اكتبي الفراخ بري بري فيفيان فريد لا بصي فيه اكل فيه كتير قوي ماشي ايش اعمل لي سرش فيفيان على طولها نورتيني يا حبابتي حبابتي ربنا يخليكي دايق بصوا انا الميا تشربت هديت النار خالص وقلبته مرة واحدة خلتها على اقل حاجة واسيبه بقى اسيبه بقى يستوي براحت راحت راحته خالص ما تستعجليش عليه سيبيه خلاص وما تكشفيش عليه دلوقتي طيب ونقول قاله يا مدام ايمان ونقول قاله يا مدام ايمان ايه حبابتي عاملة ايه السلام عليكم عليكم السلام يا حبيبتي ميhö اخبارك الحمده الله تمام ازاي حضراتك انت عاملة ايه الحمده لله يقولك واطي التلفزيو ايوة واطي يلسا هقولك واطي التلفزيو ايوة واطي يلسا years by contributions بيتها من علي السنين يوه ايوا نسامعيك حبيبتي عاملة اخبارك والله الحمده الله تمام والله العظيم أنا أول مرة في حياتي أول مرة في حياتي أتصل على حد على التلفزيون يا حبيبتي ده شرف كبير ليا أنا بحبك جدا 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 يا حبيبتي والله كلامك ده يعني والله العظيم وكلاتك ما شاء الله عليك فوق راسي والله العظيم والله ده شرف كبير ليا جدا جدا كلامك ده فوق فوق راسي والله يا حبيبتي والله الشرف ليا أنا والله العظيم تلاتة بحبك جدا بتكلم عليك في كل مكان حبيبتي من القلب للقلب ربنا يخليكي مدام إيمان وعايز أقولك إحساسك وصف ويكلمك في أولادك ويبارك فيك يا رب أمين يا رب هتخلينا عاية دلوقتي لا يا حبيبتي تعياتي إزاي أنا فرحانة بيكي أنا بحبيك جداً والله رعزيك حبيبتي والله يعني ربنا يخليك وصدقيني والله أول مرة في حياتي أنا كبيرة في السنة يعني أنا دخلت على الستين يا حبيبتي ربنا أديك السحاة أول مرة في حياتي تتصرع لحد على التلفزيون والله دي يعني برقة كبيرة ليا وشهادة كبيرة ليا وشرف كبير أمين أنا لو قعدت الحلقة كلها أكلمك وقولك بحبك بحبك قل رز القدامك ده هيشت إن شاء الله دي أنا مطيه عليهم أنا ست ناصحة برغي برحتي حبيبتي حبيبتي ربنا يحسن ما بين إيديك يا رب ربنا يخليكي مدام إيمان قوليني بقى نعم المسقعة بالنسبة لك بتحبيها تكلها إزاي أيوة بحبها جداً بقى بس أخدي بالك أنا عاملة نظام ضايت يعني على طول مخففة الأكل الله باكل حاجات صحية أول كمان اللي كنت تعمليه النهاردة ده واجبتي يوم لتنين بجد يعني ده هتكليهم الإتبار أقولك هتعمليها صحية ممكن كمان تتفضل بصي البتنجان لما نقطع مش هنقليه هندخله بشوية رشة زيت زتون مالح وفاف الأسود الفرن ونطلعه نعمل هنعمله ده بعد كده ونحط الفلفل الرومي والفلفل الحار كده ممكن ندخلهم يتشوه كمان تمام نعم ممكن نخليه عمى شوية برته هتبقى بتجنن وطحفة تمام بس احنا هنعملها النهاردة مقلية أه أه لا أنا بسو فعلا أنا بسو الخضار فعلا أنا بعمل أكل صحي كويس يعني بتعلم من حضرتك بسعلم منك والله يا حبابتي والله نورتيني وشرفتيني ومكلمتك يعني كبير قوي عندي وعايز اسمع صوتك على طول أرجوكي نعم عايز اسمع صوتك على طول بحبك قوي بجد ربنا يخليك يا مدام ايمان طيب بعد المكلمة الحلوة دي والكلام الحلو ده هنروح فاصل صغير باو نرجعلكم بسرعة استنونا موسيقى أنا رجعت لكم رجعت لكم حبابي بصوا بقى الرز عندي اهو الكشري بصوا عامل ازاي بصوا 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 فلفل ازاي اهو لا معجن ولا اي حاجة اهو شايفين شايفين عامل ازاي اهو اهو حمده لله حمده لله ولونه يجنن ويبس بخليه يكمل سوا طيب دلوقتي هعملي بقى هعمل المسقاة لا احنا بتاعتنا المسقعة مش المسقاة دي بتاعت ايه اليونانيين طيب أنا هنا عملت ايه في البتنجان ده قطاط ورشت عليه رشت ملح واسبته في المصفى خلاص وبعدين قليته بس مش قلي عميق يعني بس قلبته في زيت حاجة بسيطة جدا واخدين بالكو يا دوبك تري اهو مش قلي عميق يا دوبك قلبته في الزيت بس تقليبة بسيطة جدا ما غمقتوش ما سوتوش خلاص لو عايزا بشكل صحي انا هنا بصوا مش شارب زيت خالص خالص تمام لو حسيت ان البتنجان بعد ما تقلب تاعي شارب زيت هعمل ايه هروح حطه في مصفى وحط عليه مية سخنة هيحصل ايه كل الزيت اللي انا قلت بيه هب هينزل مع المية سخنة طبعا وتحتها بولة خلاص ده لو انا حسيت ان البتنجان بتاع شارب زيت امتى يكون البتنجان بتاع شارب زيت لما البتنجان ايه بتاعتي تبقى تقيلة مبزرة لازم لما اختار البتنجان ااخدها الخفيفة الحلوة دي طيب لو عايزها بقى بشكل صحي هعمل ايه هدخله اكتر كمان هدخل ده كله اشوف الفرن زي ما كنت بتكلم مع مادام ايمان اللي لمست قلبي طيب ده اللي